اشتركوا في القناة لا تجربوه يعجبكم وكنتمنى يجبكم فيديو وإلا عجبكم ما تنسوش تديروا لايك وتشتركوا في القناة إلا ما كنتوش مشتركين فيها وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما لجديد بالنسبة للطريقة وبليل أقبل أو لا الوقت ليكون عندكم الكربون الكروم بواجد تقدروا تديروا هاد العملية هادي كاتتاخدوا الكرومبات تسلقوها في الماء اللي فيه الملحة تقدروا عدو تسلقوه بطريقة لآخرات تسلقوه كلهم وتسلقوهم عادي أنا جاتني صعيبة باش نحلهم ما بغيتش نهرسهم قلت نسلقها بحال هاكدو كما قلت ليكم هاد المرحلة ضروري تسلقوه وتديرو في كونجلاتور في المجمد كي يزوي مززا في كونجلاتور أنا جربت ديال كونجلاتور جربت العادي سلقتوه ودرتو ديك الساعة ديال كونجلاتور كي يحسن مهم رح يتلال وريقات ديالها وهذا اللي بقالية الوسطاني دياله جاني قاسح رغاد نعود نسلقوه تهوى شوية كما قلت ليكم تحلو الوريقات وتحيدو هاد القلب اللي قاسح وكتحتافضو به حيث غادي نحتاجوه وكتقطعو الوريقات على هاد الشكل يكونوا صغار شوية سافي كما قلت ليكم كتحتافضو به في الكونجلاتور كاملين تهد هاد القلب اللي حيدنا قاسح هوا غا نحتافضو به كاملين كاملين نغدليه انا راش ديت غادي مدان صيب في الحشوة وطلعت هادك الاوراق ديال الكرمب من الكونجلاتور باش يلا تدهي كونجلاتور كنناخدو الزيت تقريبا شي كالصغير ديال الزيت كنسخنوهم زيان ونضيفو عليه واحد البصلة كبيرة مقطعا قيطع صغيرة هاتف كنخليوها تكت تحمر في شوية كتبدأت تتحمر وفي هذا الوقت ركا نكون جبدنا الطماطم والتوم وفلفل حار يعني الطماطم تقريبا شي ربعة الحبات دين ما اختاروا ديك الطماطم اللي كتكون زوينة وتكون حمرة هاي هالبصلا كيف ما قلت لكم رابدات كالتحمر كنضيفوا لها الطماطم والتوم وفلفل حار اللي كنطحنوهم في الخلاط الكهربائي مزيان بالنسبة للتومات بحريبا شي خمسة ديال الفصوص والفلفل حار اختياري انا كيعجبني يكون في شوية الحار كيجي صراحة زوين بزيف سافي كننخلطوهم كنغطو عليهم ونخليوهم تكي يبدو يغليو واحد شوية غير كي بدو يغليو كنضيفو لهم علقة كبيرة ديال معجون طماطم إلا بغيتوا المحشي يجيكم غالب عليه اللون الأحمر كيلي كيبغي يكون غالب عليه اللون الأحمر شوية كتضيفوكم الكمية ديال معجون طماطم انا كيعجبني ما يكونش حمر بزاف كيعجبني يكون غالب عليه الخضورة حيث غاد ينضيف عليه الحصبر وذك الشي هنا اضفت مع الحصغيرة ديال السكر السكر هو اللي كيحيد هذيك الحموضة ديال الطماطم ما كيجيش باين قابل مرة سافي كنغطيو كنخليوها الطيب وتنشف لنا نهائيا يعني مايبقاش فيها الماء تكتنشف شوفو معايا را غطيتو النار تكون متوسطة سافي كيبقى غير هذك الزيت كيفما كتشوفو سافي غنكون مجددجا الروز ديالي غاسلها مزيان ومصفيها مزيان مايبقاش فيه الماء نهائيا عندي هناي انا تقريبا شي شي ربعا ديال كيسان صغار ولا ثلاثة ونصد تقريبا وهم الكمية على حسب انتوما الاشخاص انا ديرها هناي على حسب خمسة ديال الاشخاص تقريبا كنناخدو هذيك السلصة ديالنا اللي وجدنا ونضيفوها على الروز كمية كاملة نشوف واش غادي نحتاج على ثاني وكانكون مقطعة القصبر والمعدنوس والشبت القصبر يكون كتر من المعدنوس وتكون كمية كتيرة لهاد المكونات حيث هو كيبغي الشابت وكيبغي القصبر والمعدنوس بالنسبة للناس ديال المغرب الشابت سولت البنات قالوا لي يرا هو الورقة ديال هذيك الوريقات اللي كيكونوا في البسباس أنا عمري ما مجربتو الصراحة في المغرب ولكن سولت البنات قالوا لي يرا هو هذك ما عرفشو شو هو بالصح ولا الله سافي غادي نضيف الكمية ديال السلصة سافي هو هذك مهمتو ما كتتحكموا في الكمية ديال السلصة بغيتو هاجيكم في السلصة بزافو تجي كتر جي حمرا كتر سافي غادي ندير الملح بالنسبة للملح ربقها مدرتوش نهائيا يعني كتملح هون انتم معارفين الروس كيبغي الملح وغادي نضيف الكامون شوج معالقة تقريبا صخار على حسب الكمية اللي عندكم مهم كتروا شوية الكامون حيث كيبغي هو الكامون وغا نضيف واحد معالقة صغيرة ديالفلفو الأسود بالنسبة التوابل كيناس اللي كيضيفوا توابل آخرين كيضيفوا توابل ديال الحام كيضيفوا حب الهيل هاديك ورقة سيدنا موسى انا كيأجبني بحال هاكدا سافي كنخلطوا الخالط هاوا كيكيجي كيفما قتلكم انا كيأجبني غالب عليه اللو الأخضر وكنكونو ديجا كما قتلكم جابدين الصباح مني كتفاقو كتجبدو هادوك الوراقة الكورومب باش كيفكو كتاخدو هادوك القلب اللي قتلكم حتافضو به كتديروه في القعر ديال ديال القاملة اللي غنطيبوه فيها وبالنسبة للوراق كتشدوهم وكتعصروهم بحال هاكدا باش كتحيدو منهم قاح هاداك المالي فيهم شفتو معايو كيكون فيهم الماء كتتعصروهم منو طريقه باش تعمروا الوراق ديالنا بالنسبة للحشو شوفوا معاي الطريقة حاولوا متكتروش الكمية ديال الرز حيث الرز منك يطيب راك يضاعف الحجم ديالو باش ما يخرش لكم من من جناب وحاولوا الصوابع تستفوهم حدا بعضياتهم ما يجوش مباعدين يجو واحدة 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 بطريقة ساهلة بزيف ما كتحتاج صراحة بزيف وبالنسبة الاوراق اذا تكون شو ورقة كبيرة تقدروا تقطعوها من الاحزن ما تجيش اللفة كبيرة باش ما يجيش هاداك الوراق الكرون بغالب على الروز صافي بحال هاكترا ساهلة بزيف شفتو السوابع شحال درتم صغار راقد صبعي صغير غير مع التصوير كيبانو كبار شوية صافي صافي كان واصل العملية بنفس الطريقة مليكة تولفوا اللفة كي يجيكم ساهل في الول انا كان يجيني صعب شوية كان ناخذ الوقت فيه ولكن ده بصافي مني تعودت لي وليس بالزربة بسرعة كلفهم انا اليوم مرة ديرا معهم اكل مصري جايين عندي عائلة ديال راجلي وغادي ندير لهم الأكل مصري ديرا ليهم اللحم بالشربة بالطريقة المصرية صافي راني ساليتهم كيف ما كتشوفوا اللف ديالهم بالنسبة لطياب ديالهم غادي ناخد هادا كل اللحم اللي قتليكم ديراها بالشربة يعني بالمرق هو اللي غنطيب غنطيبو بالمرق كاين الى ما عندكم ش المرق ديال الحم تقدرو تطيبوهم غير بالماء يكون فيه شوية ديال الفلفل أسود وشوية ديال الملح ورا كيجيو زوينين انا مجربهم بالماء ومجربهم بالمرق ديال الحم كيجيو بجوجهم زوينين ولكن ديال المرق كيجيو حسن شوية صافي كتكبو وكتخبطو شوية هذيك الحلة باش يدخل هذك المرق التحت يهبط التحت بالنسبة لكمية راح تكي بدي تغطى شوية هذك اللام شوفوا معايا تكي بدي تغطى بالمرق هذك الكورومب غير شوية كي بدي تغطى صافي كتغطيوه تغطيو الحلة ديالنا القميلة ديالنا وكيطيب على نار هادية تماما وكي ياخد لنا تقريبا شي ساعة اللاروب صافي من بعد ساعة اللاروبرا كيكون واجد كيف ما كتشوفوه هذك شي الاسود راني رشيته بوحد شوية ديال فلفو الاسود وبقاء من الفوق صافي كتقلبوه بني كزو غير تقدموه كتقلبوه على التبصل وبالصحة والراحة وكنتمنى يعجبكم الفيديو وما تنساوش يلا عجبكم ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة